اللهم صلي وسلم وزيده وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا مسائل هنا يا مسائل فل يا مسائل عدس تعالوا مع بعض كده نعمل مع بعض أحلى وأطعم عدس بحبة إضافات انسي الحموضة وانسي ان انت تخاف تداتك ليه انه يعملك حموضة أو صهرجة أو أي حاجة من انت تخاف منها دي غسل العدس حلو جدا زي ما انتوا شايفينه كده وضفنا عليه أول حاجة جبناها مع بعض البصل يكفي البصل دي طبعا بس لعوة زودة شوية زودة بصلة كمان معه زي ما انا عملت كده للناس اللي بتحب البصل زيادة شوية في الأكل وياللهم صلى على النبي ضفنا كمان الأضافات الجميلة دي طماطم وجذر وبطاطة بطاطة هي أحلام آه بطاطة البطاطة دي هتنسيك أي حموضة ممكن تأثر عليك بعد ما تاكل العدس وهتخلي بصي هتودى العدس في حيط تاني خالص اكسم بالله هتلاقي طعم معك تحفة جدا ضفنا الميا واسبنا لحد ما يتسلق واطلع بالنتيجة اللي انت شايفها دي شايفين الجمال كل الحاجة معايا استوته بقيت زي الفل هو تسيبه لحد ما يتحرق لا هو كده بقى تمام جدا واستوى معاك هاتت ضربة بالهند بلندر هاتت ضربة بالخلاط زي ما انت عاوز وانا كمان بحب أصفيه طب هو فقية صفة ما الدنيا مستوية هي وكله تمام لا انا بحب أصفيه هو هو خلاص بقى طبع حطت حبة ميا في درق الخلاط علشان الجلدة بتاعته ماتسحش لما تحطت سخنية عليها وهي اللهم صلى عنها بدفت كمان معاها عليها العدس وهي هضربها كده في الخلاط لحد ما العدس بتاعي ينعم وهصفيه حتى لو مطلقش حاجة انا هصفيه بردوك انا عملت العدس يا جماعة بطريقة امي اه الطريقة دي جبارة جبارة طبعا كلنا ستات بيوت وشاطرين وزي الفل وما فيش حد فينا ما بعرفش يعمل العدس بس كل واحد بيعمله بطريقة مختلفة لو حبات طريقة تجربها وان شاء الله هتعجبك اهو شايفين كده تمام وضربت العدس وجبت الحل اللي انا سأل افاعة العدسة غسلتها وحطت فيها حوالي اربع معالق زيت وضفت عليهم كمان اربع معالق من الشعرية ما تقطري الشعرية وفي ناس بتحبهم غير شعرية براحتك اعملي بالطريقة اللي انت عاوزها بس انا محب الشعرية جدا معها وبيخليها طعم حلو جدا اعمل حبة الاضافات اللي انا عملتهم للعدس دي وانت تشرب احلى واطعم شربة عدسة هتدفيك وتودكي مكان تاني احسن من اجدع دفاية في الشتة ده اخدت اللون اللي هو الدهب اللي احنا عارفينه ده ومتغمقش معك الشعرية علشان بوص معك شكل العيش اه شكل العيش اه اللي جاب العيش هنا اه شكل العدس اهو شايفين اهو لحبة الحاجات المفاسفسين دول ما بحبهمش بحب العدس بتاعي يكون صافي ونقق كده وجميل وما فيش في اي حاجة اه حاطت في متنص كوبات مياه كده ازبط السمك بتاعه وحط البورات بتاعتي واسيبه يقلب معايا شوي ما تستعجلش على العدس العدس بحتاج ان هو يستوى اه حاطت لها ملح وكسبرة وكمون وحاطت لها كمان ربع معلقة صغيرة كده من الشطة وهسيبها معاكم لحد ما يقش طبعا الشعرية تستوى والعدس معاي اللي بقال بحلوة شايفين ما شاء الله ودي نتيجة العدس معاي طبعا لسه الطاشة يا جماعة اوعدون 16 الطاشة اهم من العدس نفسك لو وصلت لحد هنا وما حضرتش لايك اوعد تنسى تحط لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناة لو بتشافيني من على اليوتيوب ولو بتشافيني من على الفيسبوك ما انساش تسابق تعليق حلوة تقولين انت بتشافيني من اني يا بلد بحبكو جدا جدا وبقرأ كومنتات كلكم ويريت لو اثرت في رد اي كومنت فيهم ما تزعلوش مني الكومنتات بتبقى كتير وسمحوني وبحبوكو جدا بس اكسيم بالله بقرأ كل كومنت كل واحد فيكو كاتبو اهو شايفين ما شاء الله عملنا التومات برضو كتابا ما تغمقهاش لازم التومة يكون لونها معايا حلوة علشان ما تبواص شكل العدس شايفين بقى الجمال قربتلكو العدس ده جبار نغرب بقى ونأكل مع روزة بقى روزة بشعرية زي ما تحبي وبقى الفهنة اشوفك على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير وإلى اللقاء